اشتركوا في القناة محلات المخصصة لبيع المعجنات والمقال والمحاشي خلال هذه الأيام حيث يزداد الطلب على تلك الأطعمة الجاهزة التي تطلب مسبقا لتكون جاهزة للتحضير والطهي خلال شهر رمضان المبارك في رمضان في صنبوس مع الخليطة سبرينجرول مع الجبنية مع القيمات كل شيء في موجود مني جائز كل شيء لكي يجب أن يكون في ميناك كل شيء جائز لم يعد الطبق المنزلي بشكله التقليدي حاضرا في كافة البيوت إذ أصبح الاعتماد على الأطعمات المحضرة مسبقا أمرا طبيعيا ومقبولا لدى الكثيرين طبعا مع أصر التكنولوجيا والسرع صارت هذه الأموم مثل السموسة وفرزنات البارزة لأرحنة أقليها في وقت مختصر ووقت قصير أفضل إليه حتى ماديا منما كنا أننا مثلا أجيب المعدات أقوم سويا في البيت يأخذ وقت أطول حاليا هذه الأموم وفرزنات سرعت لنا أفضل في طريقة التقديم كذلك توفر بعض الأسر المنتجة العديد من الخيارات لأولئك الراغبين في اختصار الوقت والجهد لتحضير الأطعمة الصراحة مع تطور العصر حاليا يعني ما عاد فيه مجال أن المرأة العاملة والأم أن تسوي كل شيء بروحها يعني حتى لو تعارف بس ما فيه مجاله ما فيه وقت فالأشياء الجاهزة ويتخففت يبدو أن الرتمة السريعة في الحياة وارتفاع عدد النساء العاملات بالإضافة إلى انتشار الوجبات السريعة كل ذلك أثر حتى على الأطباق الرمضانية وإن كانت خفيفة أمل المرزوق من مركز الأخبار تلفزيون البحرين